شيء لا يصدقه عقل محمد صلاح يستحق وأرجو أنه محدش بقى يكلمني أنه لما يبقى في المنتخب ما يبقاش الكابتن ما يبقاش عندك محمد صلاح ولسه تشك أن محمد صلاح يبقى كابتن ولا لا والحمد لله أنا كسبت الرهان مع كابتن ميدو عندي أكل السمك على المركب يميدو من يوم ما كسبت الرهان وإنت ما بتكلمنيش يميدو ما قام به محمد صلاح في المباراة من أسست في الأول اللي خده سادي ومانيه وجاب الجون والجون اللي عمله محمد صلاح خبل غير طبيعي الناس والعالم كله وايف يتحدث عن جون محمد صلاح يتحدثون عن الملك المصري يتحدثون عن الفرعون المصري فالآن قد حسم الأمر أعظم لاعب الآن في العالم هو مصري يستحق أعلى أجر يستحق كل التقدير يستحق أن يكون كابتن منتخب يستحق كل شيء فالعمل محمد صلاح أظن يرقى إلى مستوى الهدف اللي جابه مارادونا في كاس العالم لما خد الكرة من نص الملعب ورح بقى واحد واثنين بس محمد صلاح ترئيسه مزهل في جزء من الجون كان وسط ثلاثة كان محمد صلاح وسط ثلاثة يحروسك من العين يا ابني ويديك الصحة وينصرك وينصرك على مين يعديك هاهي كمان هاهي مش ينصرك على مين يعديك بس بالهااهي بتاعتها أنا كنت أقاب بتفرج فقط المكتب بتاعتي وقفت وسرق وأنا الواحدي لانه هاه 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 دا ل كان بيحسن دي المؤثرات الصوتية وأن ينظر إلى الجمهور ويشاور له ويقول له لا لا شيء فعلا مشرف وزي ما بقوله حضراتكو الجملة عزيزة والجملة جميلة والجملة محببة إلى النفس أعظم لاعب كرة اليوم هو مصري من لندن